وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن اتفاقية التعاون المالي بين مصر وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو لا تحمل موازنة الدولة أي تأعباء لافتين أن المنحة ستدعم قطاع البيئة في الجلسة العامة تمت الموافقة على المنحة المقدمة من ألمانيا لمصر الوكالة الألمانية بتمنح مصر منحة قيمة جداً 80 مليون يورو لثلاث أهداف مهمة جداً هتتخصص منها جزء للتعليم الفني وتطوير التعليم الفني وإنشاء أكثر من 25 مركز للتعليم المتميز في محافظات مصر المختلفة المشروع الثاني الحقيقة هو إدارة المخاطر في البنك المركزي مخصص لحوالي 20 مليون دولار من مبلغ إجمال المبلغ اللي هو 80 مليون يورو آسف يورو طالبت مرضو الحقيقة أن هذا المبلغ يستخدم زي ما هو مخصص لإدارة المخاطر للمشروعات الصغيرة بعض العملاء في المشروعات الصغيرة وقدرش يسدد المبالغ خاصة أن معظمهم شباب فطالبنا أن هذه المبلغ تخصص لدعم هذه المشروعات أكدنا بقوة أغلبية أعضاء مجلس النواب في قصة التعليم الفني أن نحن نربط التعليم الفني باحتياجات السوق المصري وده كويس جدا وقعدونا أنهم يشتغلوا عليه والمدرسة التي ستتنشئ من المنحة سنشتغل على هذا الأساس الجزئات الثانية تدعم لصندوق جهاز المخالفات أنه مفروض صندوق جهاز المخالفات الصلبة يدخل فلوس لمصري إحنا كان معالي رئيس الجمهورية طبعا وقع على قانون إصدار صندوق المخالفات وده كان في 2020 وتعامل لحظة تنفيذية بتاعته وبدأ بالفعل ينزل على أرض الوقت